موسيقى مختلف عليه مع إبراهيم عيسى السلام عليكم أهلا بكم في حلقة خاصة من مختلف عليه إذن هي حلقة خاصة مع هذا المفكر الكبير والمرموق دكتور يوسف زيدان الرجل الذي يستطيع أن يطلق أفكارا وآراءا ووجهات نظر في الساحة العربية الفكرية فإذا بها تندلع قزائف وسواريخ من رؤى تغير، تعدل، تبدل، تثير جدلا ونقاشا تثير شغبا ومشغبة تثير عقلا، تنير قلبا إذن هي أفكار متعددة كثيرة تستحق أن نناقشها بتأمل، بتماع، بتفحص مع صاحبها الكاتب والمفكر الكبير منطلقين من مجال التقصص من حيث قراءة التراث والفلسفة الإسلامية وحتى الواقع العربي والإسلامي الآن فضلا عن العناوين الكبرى التي نمر بها في مرحلتنا الراهنة حول الإسلام والمسلمين وكيف يرى هذا الواقع وكيف يمكن أن نغيره وكيف يمكن أن نتعامل معه حرب ومواجهة أم حتى تجاهل وتعفف وترفع عن خوض حراب أو محاربات أو حروب خلينا نسمع، ننصط، نتعلم، نتنور، نفكر، نناقش نختلف، نتفق في مختلف عليه مع مفكرنا الكبير دكتور يوسف زيدان لكن الآن إلى هذا التقرير نعود بعده ونفتح ملفات الحوار يوسف زيدان هو واحد من كبار المفكرين المصريين الناشطين في المجال الثقافي فهو صاحب صالون ثقافي وله إنتاج فكري ضخم وصل إلى خمسة وثلاثين ألف صفحة كما أشار في عدة مناسبات وذلك في مجالات تحقيق التراث والفكر الديني والسياسة والروايات التاريخية تثير كتابات وتصريحات الدكتور يوسف زيدان جدلا بين الحين والآخر نشر روايته عززيل عام 2008 ورغم حصولها على جائزة البك إلا أن زيدان تعرض بسببها لانتقادات شديدة اللهجة حيث اتهم بالإساءة إلى المسيحية وبالجهل بالتاريخ وبسرقة أفكار روايات عالمية أخرى في عام 2009 أثار زيدان الجدل من جديد ووجد نفسه مواجها لتهمة ازدراء الأديان بعدما نشر كتابه اللاهوت العربي وأصول العنف الديني والذي عمل فيه على تبيان الخلافات العقائدية المتشابهة في الأديان السماوية الثلاثة كان لزيدان بعض التصريحات المثيرة للجدل سواء من خلال شاشة التلفاز أو تدويناته عبر مواقع التواصل الاجتماعي موسيقى فقد جاء على لسانه تصريح يقول فيه لا يجب أن نأخذ القرآن كمرجع نستند إليه في البحث التاريخي وتسبب في كثير من الجدل حيث قال زيدان إن القرآن كتاب للعظات والتعاليم الروحية فقط في حوار صحفي أثار ضجة وهجوم شديد عليه قال إن اليهود لا يسعون إلى هدم المسجد الأقصى للبحث عن هيكل سليمان واقترح أن يقصص المسلمون لليهود 200 متر مربع من باحة المسجد الأقصى لبناء معبد يهودي يسمى هيكل سليمان أو المعبد الكبير ودعا إلى تدويل مدينة القدس كحل عملي للقضية موسيقى ومن تصريحاته المثيرة للجدل تلك التي خرج بها عام 2015 في أحد البرامج ليؤكد على أن المسجد الأقصى الوارد ذكره في القرآن الكريم ليس هو نفسه الموجود حاليا في فلسطين هوصل إلى أن العلماء بتوعاني الأوائل الواقدي والطبري وكثير منهم قالوا يا جماعة المسجد الأقصى نحن مش عرفين أن سيدنا محمد بعد ما دايقوه في القريش راح دعا في الطائف وعلى طريق الطائف في مسجدين مسجد اسمه المسجد الأدنى ومسجد اسمه المسجد الأقصى فالآية سورة الإسراء بتعبر عن حال النبي وهو بيفكر متحير زي إبراهيم كده سيدنا إبراهيم لما قال رب أرني أنظر إليه موسى وإبراهيم وكثير من الأنبياء مروا بمرحلة الحيرة دي فالآية بتقول سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرار إلى المسجد الأقصى الذي برقنا حوله في وقت ما كانش فيه صلاة يبقى إذن ده ما كان تقديس ومكان معروف وإلا كان تم تعريفه نعم طيب فالواقدي وغيره قالهم أن ده المسجدين اللي هم على طريق مكة من جهة الطائف هو ده الحرام والأقصى؟ آه ليه؟ لأنه الأقصى ما كانش موجود ولكنت المدينة الموجودة اسمها القدس كان اسمها إلياء كما أنه في السياق نفسه أنكر وقوع معجزة معراج الرسول وقال إن الإسراء ثابت في القرآن ولكن المعراج لا أعلم من أين جاء أنا قلت بن مص وأنت لسه زائع الإسراء ثابت بالقرآن نعم بس المعراج بقى دي مش عارف أنا جابوها منين أنا أقول لك جابوها منين بعض العلماء بيستند إلى ما جاء في سورة النجم أولا سورة الإسراء ما كانتش نزلت نعم فإزاي المعراج نزل قابليها طيب لما نزلت سورة الإسراء وسورة النجم اللي اتنين من الصور المكية نعم الصلاة فردت في المدينة كما أثارت تصريحات زيدان التي هاجم فيها صلاح الدين الأيوبي وقصة وا إسلاماه جدلا كبيرا في الشارع المصري حيث اعتبر قصة وإسلاماه تزيد من حاسة العنف لدى الصغار ووصف صلاح الدين بأحقر الشخصيات في التاريخ الإنساني الناس متصورة مثلا إن أنا ضد صلاح الدين الأيوبي والله أنا مش ضد حد الراجل ده قتل له حوالي 800 ألف بشهادة مؤرخي السنة وساب دولة سرعان ما عياله قتلوا بعض فمات حوالي 500 ألف تانيين كان في مليون و300 مش دا المهم المهم إنه خد صاروة مصر والشام واشترى بها مماليك فكانت النتيجة إنه المماليك حكمونا من بداية أو نهاية النص التاني من القرن السابع الهجري لحد ما جمع العثمانيين دا الوقت اللي كانت أجوبا تابد فيه الجنسانس أها وقد شكك الدكتور يوسف زيدان في قصة أبرهة الحبشي وفي فهم المسلمين المعاصرين لمعاني القرآن الكريم واللغة العربية واتقد بعض رموز العمل الوطني المصري مثل أحمد عربي وجمال عبد الناصر الأمر الذي أثار الكثير من ردود الأفعال الغاضبة والتي طالبت بمنع ظهوره على شاشات التلفاز ومحاكمته بتهمة ازدراء الأديان دكتور يوسف زيدان مفكرنا وكاتبنا الكبير أهلا بك منورنا أهلا وشكرا على الاستضافة الحانية الله يخليك خلينا أقول أنه يبدو كأن دكتور يوسف زيدان طول الوقت بيخض معارك عن الماضي لصالح المستقبل حتى في الفترة الأخيرة أنت بتقدم استقلتك ربما لصالح المستقبل أيضا لما لوح من خلال اتحاد الكتاب في مصر برغبة في اتخاذ إجراء تحقيقي مع حضرتك لتصرحات والتها منذ سنوات هل التعفف اللي حدث عملته وأنك استقلت رافضا يعني لانسياق وراء عمليات التحقيق وما إلى ذلك هي جزء من معركة دائمة لا يتوقف عنها دكتور يوسف زيدان من إدارة معركة ضد الفكر الماضوي لصالح المستقبل هذا صحيح بالإضافة إلى المبدأ المسمى تراثيا سد الزرائع أنا وجدت أنه هيكون صخب ملوش معنى يعني إيه بيحق معيها ليه؟ ده بيقول أنه من أربع سنين أنا قلت في برنامج أنه لما المزيع كان الدكتور محمد الباز بيسألني هل ممكن تروح إسرائيل تلقي محاضرة؟ قالت له أنا ما لعنديش مصلحة مع إسرائيل إنما أنا مش متخلي عن مصلحة البلد هنا فلو هم أكلموا وزارة الخارجية أو اتحاد الكتاب بكبرهم يعني وطلب مني هذا هروح عشان خطر خدمة البلد مش عشان خطر إنما عادة ذلك وخلاص وعدت سنين ما عرفش ليه؟ سخب اللي هو ضقيق بلا طحين يعني متأكد أنه بلا طحين يا ببطول يوسف طبعا مش نوع من النوع المصادرة على الأفكار مزايدة على الوطنية محاولة ليه فرض أجندة سياسية بعينها ضد أخرى إن إحنا كلنا نبقى متحصنين في ثوابت وجوامت حتى غير قدر أحد على أن يناقشها وأن يفككها مش ده كله ضطحين؟ ده ممكن تكون الأسباب الثاني والثالث والرابع إن السبب الأول الضعف الشعور المغير بالضعف والضعيف انفعله عنيف ف قضية مثل هذه قد حد الكتاب لما خد القرار ده عشان أيام علي سالم وانا كان ساتب المصرح الشهير طبعا أستوز علي سيد آه راح إسرائيل وعمل كتاب ف الدنيا واجتماعنا هنا أنا كان عندي يمكن ستة وعشرين سنة في الوقت ده وللأسف طبعا كنت لسه ما فكرتش كويس في المسألة دي وكنا حوالي يمكن ألف شخص هنا جنب البيت في مقار الاتحاد يعني وقال رئيس الجلسة احنا هنصوت على قرار بشطب أي كاتب من اتحاد الكتاب إذا تعامل مع إسرائيل بإدلاء صحفي أو باب فاللي موافق يرفع إيده وانا كنت من الناس اللي رفع ديهم عاليا ظنن مني بأنه ده موقف جماعي ولا يجوز يعني الفراد عن الجماعة ولأن ما كنتش فكرت بعد سنين لقيت ألطيب دلوقتي دي ظاهرة اليهود مش حاجة بسيطة ومتغلغلين فينا بأكثر مما نتوقع فبعد مرور يمكن عشرين سنة عملت عامل يهوديات في لما كنت بعمل سانونات شهرية في سائد الصوف القاهرة وفي سكندلية في أسر الثقافة وعملت 24 محاضرة عن الفكر والتاريخ والعقيدة والمذاهب اليهودية بغرض الفهم يعني دي قضية مش بسيطة كده ما يجيش واحد الله أعلم لشؤون بقى بيزنس صراعنا صراع وجود لا صراع حدود يعني لازم حد مننا يخلص على التاني ده كلام فاضي وقلت حيا لأن حدش هيخلص على حد ولا ده يقدر ولا ده يقدر إنما يبقى الصراع قائما وتبقى المصالح المرتبطة بالصراع جارية فيستفيد يعني اللي أنا بسميهم حراس التناحى تعبير عامي إنما هو بيعبر عن حالة الجمود المقصود إنه هي كده سبوها كده إحنا نايمين وما تصحناش منه لما طرحت الأطرحات دي في الأربعة عشر المحاضرة وما ظهرها موجود يعني على اليوتيوب وكده بدأ الناس كتير اتفكر فمن هنا جاء مشروعية أو مناسبة سؤال الموزيع عليها فأجابته وهي أجابتي لم تتغير أنا لن أتأخر عن خدمة النسيج اللي أنا الاجتماعي والنسيج اللي أنا منتمي له وعندي دور كمان ما هو قص المفكر ده مش قادي يهوي على مجتمعه لا ده زرقاء يا ماما ونظر ساقب بيبصر اللي جاي فقلت إنه آه إحنا مفروض نعيد النظر في الموضوعات الكبرى هنا بقى المساس بالثوابت اللي بدأ وكأنه فيه ثوابت سياسية وثوابت دينية وثوابت وكل صحاب الثوابت دولة يعني متحصنين وراءها فيه مصالح مفيش ثوابت الثوابت كوابت الثوابت كوابت إنت دلوقتي صحفي أو كاتب قصة قصيرة أو بتاع صغير راح أدلى بحديث صحفي مع إسرائيل زي أخونا اللي بيحققوا معا دلوقتي عشان أدلى بحديث في أمريكا باللغة الإنجليزية فتصدف أنه نشر في جريدة إسرائيلية أنت تشتبه من عندك وتضعف نفسك علشان خاطر حاجة خيبة زي دي وعشان تبين أن أنت بطل دي مش بطولة دي بطولة مشتقة من البطلان أنا مش شايف أن أنا ضعيف طيب الكاتب الصحفي دا ولا القصاص دا ولا الروائي دا أهم ولا وزير الخارجية وزير الخارجية أهم وأكثر تأثيرا من مصر هو أهم ولا رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية أهم طيب هو أهم ولا السفراء اللي رايحين جايين هو مش أهم إنما هو تكئة لإظهار بطولة زائفة أنا هذه القضية بتصبني بنا من الغثيان فلما لقيت الموقف دا قلت طب ببساطة خلاص خذ أنا مستقيل مش عايزكم بس أنا عايز أخذ الموقف دا وتعامل معاهم بمنطق آخر وهو إنه طول الوقت دكتور يوسف زيدان حين يقترب من أي قضية حين يناقش بعقل وبرؤية زرقاء اليمامة يعني بيقابل بهجوم وتهجم تشويش وتشويه ومن ثم يبقى وكأنه هذا الرجل يضرب في الثوابط هذا الرجل يطعم في الدين وفي الثقافة لا تستمع إليه لا تنصط إليه كلامه يحمل عوارا فالصخب والضجة اللي بيتعالي عليها دكتور يوسف زيدان أو بيتعفف ويترفع عن الرد عليها هي مطلوبة في ذاتها بالنسبة لأصحاب المتحصنين وراء هذا التراث يعني إنهم يطعنوا في مصدقية الرجل إليه الحق ديمقراطي على الطريقة اللي هو وجه بها أحمد نطف السيد مفكرنا العظيم بحين التعني فيه لأنه رجل الديمقراطي مع إظهار للناس الديمقراطية تعني الحادن وكفر أنا لا يتعنيني المسألة دي فهو بيبقى الغرض منها عدة أشياء أولا أن يعمل لك فزع وأنا محمئن عظيم تاني حاجة أنه يعلي أسهمه هو باعتباره هو المحافظ على الخيبة أنا أستاذ ابراهيم ما بكتبش لليوم اللي احنا عايشينه أنا بكتب للجاي وفي مقابل حجاس التناحة هؤلاء فيه فيضان من الناس اللي بدأت تعي وتفهم وبالتالي أنا يعني غير قلق على المستقبل العربي بالعكس أنا بشوفه بيزيد لما يعني الطبعات الكبيرة من الكتب دي والحضور الكبير في المحاضرات العامة أنا هو ده أنا بشوفه مطمئن جدا على اللي جاي وأنا براهن عن اللي جاي هؤلاء على باطل وعلى مخادعة وأدواتهم فقيرة وقديمة ولن تصمد أمرهم إلى زوال لا محالة ده يرجعني إلى أصل اهتمام ومهمة دكتور يوسف زيدان من اللحظة الأولى المهمة العلمية والمهمة الفكرية والمهمة التنويرية اللي هي العودة للتراث يعني حضرتك عدت للتراث دارسا باحثا من اللحظة الأولى التراث كمخطوطات والتراث كتاريخ والتراث كثقافة دينية إلى أي حد الطالب العلم يوسف زيدان لما بدأ هذا المجال كان يطرق دراسة لهدف لرؤية ولا الأمور بعد الامتحان المباشر مع التراث اللي قال المباشر تحول إلى صاحب الرؤية يوسف زيدان قبل الرؤية وقبل أنا ذهبت إلى هذا المسار بفعل الدهشة وأنا يمكن قلت الحكاية دي في محاضرة مرة زمان كان عندنا في اسكندرية موظف في هيئة الكتاب مكتبة هيئة الكتاب اللي في محاضة الرامل اسمه محمد إبراهيم مبروك دروي وكاتب بردو نعم معلوان شهير عطشة لماء البحر لا وصوت نظف نصف طائر اللي يحيح حقي يعني انتدح هو كان شخص لطيف جدا ترفع من سنة تقريبا أو سنة ونص وأنا كنت في سنوي وهو كان بيرعى الفسكندرية يعني نعدي عليه نعود شوية نعود نحكي وكان بيحترمنا ويتكلم معنا كده يعني ايه؟ على صغر صلكم يعني اه صف مرة قاعد معاه وكان بداية عودة بقى الموضوع اليهود وإسرائيل عشان الناس تفهم أهد معاه وابنحكي كان بيكلمني عن جابريل جارسيا مركز قبل ما ياخد نوبال قبل الجائزة قبل كين وتمنيه هو كان بيعمل مجلة فقيرة قوي كده فقيرة في طبعاتها يقصد دكتور يوسف آه يعني وكان أظن كل واحد بيدفع أظن ربع جنيه حاجة كده عشان يطبعها حاجة كان اسمها زمان مكنة البلوزة كده والستنسل ده بقى المجلة العنوان كده جابريل جارسيا مركز كاتبنا وحطت فيها بقى ترجمة لقصة قصيرة له كان هناك من يفسد ترتيب الظهور وفصل من كتاب ليس لدى الكولونيل من يكاتبه وعماله اللي تسهرت بعد كده دي وعمال يكلمني بحماس ووقف أوتوبيس سياحي ما كنا بقى ايه أيامها الاتفاقية بتاعت كان بديفت بقى والحاجات دي ودي غلطة فادحة من السادات وحنا دفعنا التمن ايه طبيعة القطأ؟ انه ما ينفعش يا أستاذ إبراهيم بعد 40 سنة قتال وحروب انك تقول النهاردة على الملأ انا مستعد للذهاب الى اسرائيل وتاني يوم نلاقيك هناك يا أخي اطرح الموضوع للمناقشة خلي خلي الناس تشوف جزء من اللي انت شايفه صحيح بعد بس العهد كل الحكم الفردي يعني دي طريقته ومنهجه قراكل لابته اتخذ طي ليل يعني يعني امام القناة امام الصبح غير بنقول لحد برضو يعني ما دفعت تمن واحد دفعناه يعني طب علي بايه ما كان يبقى برضو يعني حكمه فرد وكل حاجة بس يطرح الموضوع يقول يا جمعنا بفكر في كذا ويسيب الناس تقول اه ولا او او الكراهية منغرسة في نظامنا نظام التنشاء الاجتماعية عندنا والتسقيف العام وكانوا زمان ايام ما كنا لسه الكراهية ضد اي اخر لا الكراهية في المطلق اه عشان يعمل اعلاء للذات ده بيستتبع استبعاد للاخر انا مسلم والحمد لله طيب ده اشعار بانه انت لو بدوي تشوف الاهل المدينة دول ناس اي كلام لو مديني تشوف اهل القرى دول اي كلام ده 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 طبع من طباع ثقافتنا المعاصرة بالذات بعد سنة اتنين وخمسين نستعلاء وكراهية الاخر اه وانا عارف ان انت عندك ميون ناصرية فلم افيد في هذه المشألة ميون طفولية ناصرية زمان يعني حين كنا صغارا والله ازا بحنا كده انا رفعت ايديك في لحظة اتحاد الكتاب ووفقت على قرار والاقباع انا كان عندي دايما مشكلة انا اي حد يقول لي ناصرية يقول له روح تعالج اه فيه فيه اطباقنا كان عندي مشكلة بس مع اتنين اه الله يرحمهم بقى توفوا اتباعا حسن حنفي لانه زي استاذي وبقاء طاهر جاري لان كلا هما وحسن حرف طبعا استاذ فلسفل السماء الكبير ودكتور والاستاذ باقطر قدبنا العظيم كلا هما ناصري اه فمش هادر اقول لهم بقى روح تعالج اقعد اناقش معهم بالساعات مش ممكن وانا عندي اه منقشات واضطرحات كده مع اصحب مذاهب ومش عهد هو نفس الشيء وعملت لهم محاضرة في سائة الصور من كم سنة اه كنت عامل سنة العام الثورة اه سنة 2012 عشان نفهم الظاهرة الثورية بتيجي ازاي وبتتطور ازاي وممكن فكان من ضمنها في احدى يعني اه جلسات السالون بتاع السنة دي كانت عن كتاب فقه الثورة اه كتاب كوميدي اه لتصرح سرحانفي لا ااسف اه الكتاب اللي عامل المشادي الاوتوبيس نرجع لمشادي الاوتوبيس انه وانا ابن طبعا للثقافة دي قاعد مع محمد ابراهيم مبروك ولقيت اوتوبيس سياحي فخمي كده على غير عادة هذا الزمن يعني ونزلوا منه جماعة راحوا داخلين جوه على طول مكتبة دي على شرع النبي قريبة من شرع النبي دانيال في اسكندرية ومنطقة شرعك تاريخية المهمة في اسكندرية واحده كتير واشتروا كتب كتير من جنب جوه كتير يعني في المكتبة ضخمة هي المكان مربع كده بعدين مستطيل وعلى الجنب اليمين ده كتب التراث هما بعد ما مش يوم أنا بقول له مين دون قال لي دي رحلة سياحية يهودية قلت له هي السياحة عندهم أن يجوا المكتبات فبعد ما قاموا قمت شفت المكان ده الأرفف دي وقلت له ممكن أبص على الفواتير كانوا زمان يعودوا يكتبوا الكتب طبعا الإشارات والتنبيهات لابن سيناء المنقذ من الضلال للغزالة في الوقت ده أنا غارق في قراءات في الفلسفة الألمانية ونيتشا مخلينيش أنام بقى فإذا بهم يبحثون عن التراث العربي والإسلامي فقلت هو في إيه هنا كانت أولى قراءاتي في التراث هنا بقى وهنرجع ونحفصل ونرجع لأن المشهد مشهد يعني قدمت حركة بمزيد من التاريخية والسياسة ويعني لا ينفصل درامي جدا يعني هذه اللحظة الدرامية تستحق يعني خروجا إلى فاصل والعودة بعد قليل إذا مفكرنا الكبير والمرموق دكتور يوسف زيداني قفت معي عند مشهد شديد الدرامية وهو أنه نفجر ربما البوادر الأولى يعني نتفجرت الاهتمام والرغبة في البحث والتنقيب عن التراث هو مشهد زيارة الوفد اليهودي السياحي لمكتبة في الإسكندرية أثناء حضور حضرتك فيها وإطلاعك على ما تحصلوا عليه من كتب وقتها كلها كتب تراث وتقول لك وقتها كنت جادك في الثقافة تراثت فلسفة والثقافة الغربية دي كانت الدهشة الأولى الدهشة الثانية كانت عند القراءة فوجدت أنه الناس قراءة الكتب تراث دي أيها الأجداد دول أبو حيان التوحيدي والغزالي الغزالي أبو حامد القديم المتوفى 505 هجرية وابن سينة أيضا كان آسر بالنسبة لي وكانت دهشة تعاملت زي مع اللغة بتعقيداتها بتركيباتها القديمة والله يا أستاذ ابنه وانت شاب بابن المدارس المصرية في تدريس اللغة العربية آه بس ابن هوى بدأ معاه مبكرا ومعرفش لي يمكن لأن نشأت في اسكندرية بعيد عن أهلي في الصعيد فحاسس بغرب والله في مرة لما طلع الأحرام ابدوه في ولد صحيفة مصرية باللغة الفرنسية آه كان عندهم صفحة في الآخر كده آه اسمها بورتري آه ففي ولد شاطر قوي اسمه هيسم سامي خشبة جاني اسكندرية وعمل معه أنا ما عرفش فرنساوي ونقيت الصفحة كاملة وصورة كبيرة كده فدتها لحد لما صدرت يعني يقول لي فيها ايه فكانت أستاذة يعني قايتلي آه دا ولد شاطر جدا بص بيقول ايه وقال حاجة أنا ما كنتش أخذ بالي منها قال انه يوسف زيدان لما ينفعل يتكلم بلغة فصحة ليه بقى وليه هو مهتم بالتراث يظهر انه لانه نشأ بعيد عن أبوه فرحتت التراث مكان الأب وبالتالي بقت علاقتهم من هذا النوع طبعا أنا اللي جي في بالي ساعتها فرايد لما كتب عن دستير فاسكي وجريمة قتل الأب قلت طيب حتى لو فليقتل هذا التراث فهما وتطقيقا وتواصلا مع ماضي انقطع وخسرنا الكثير من قطاعه فكانت الصدمة أو الدهشة الأولى البسيطة لا تقارن بالدهشة الأخرى الكبرى بقى ايه الفكرة ده 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 نقط نحط ما كان النقط الوصف الوصف انه مثلا تجد البيروني بيقول كلام عن الأحجار الكريمة فعرضوا على بتوع الألماظ والجوهرية بتوع دلوقتي فيستغربوا جدا أنا أبو بكر بيروني من سنين أبو رايحان بيروني متوف 441 أظن ألف سنة يعني آه لأنه هو عمر بعد ابن سينة بشوية كانوا زمله كان أكبر منهم ست سنين إنما عاجبني السجل المدني اللي انت عامله للرحلين ما هو فضى بقى عكس ده ثقة وبعدين كبرة أجي أشوف له تحقيق ما للهند مش ممكن الكلام ده أنا معرفش وزراء التعليم في بلادنا دي بقى لهم خمسين سنة من أيام بيهراجوا ألا إيه ما تحط النصوص دي للولاد يفكروا فيها إذا أنت أنت أمام تراث نصع وتراث حين يعني يعني أقول لك لما يجي ابن الهيسم في مقدمة كتاب المناظر اللي غير العلم الإنساني ويقول ما نصه نبتدئ البحثة باستقراء الموجودات وتصفح أحوال المبصرات وتحديد ما يصلح منها للبحث ونجعل قاعدة ذلك هو التدرج من المقدمات إلى النتائج لا الميل مع الآراء علنا نصل بذلك إلى الحق الذي به تسلج الصدور هو الكلام ده لتصل للمنطق في مواجهة لنحيز العطف لا ومشهد اللي درسنا في المنهج العلم عند فرانسيس بيكون يعني ماشي فرانسيس بيكون طبعا علامة في تنفيذ الإنسانية بس كمان ابن العيسم علامة وهي العلمة الأقرب لما لما يجي ابن سينة في باب أو كتاب الأمراض النفسية في القانون في الطب المنصوعة الكبرى بتاعته اللي الترجمة للاتيني قبل أبوكرات وجالينوس ويقول فصل في المرد السوداوي الجنون السوداوي ويسمى المال الخالية منصه قد زعم بعضه أن هذا المرض إنما يقع عن الجن ونحن من حيث نتعلم الطب لا يعنينا إن كان ذلك عن جن أو غير جن بل نبحث في سببه القريب الله نقوله لدلوقتي لهذا الزمن للناس نحطه قدام الولاد في المدارس في أعدادي أو بتاع حتى لو ما فهمهوش كاملا يبقى غرسنا بزور صحيح وما ضغط طيب التراث العظيم الناصع وداك إلى مخصمة للتراث الأسود لأنه أكيد فيه تراث أسود لا أنا ضد هذه الفكرة التراث زي ما قال مشيل فكوه هو باستمه يعني معرفي متكامل كده أنا في التراث أرى عبدالقادر الجيلاني اللي عملت فيه الدكتورال الإمام وابن تيمية وجلال الدين السيوتي تجليات لمنظومة واحدة فيها اختلاص وفيها رؤى وفيها منازع وفيها نوازع إنما تظل محكومة بس أنت سألت سؤال قبل الفاصل قلتلي طب واللغة ما كانتش عائق ما كانتش عائق لأنه غياب يمكن أو معرفش إيه اللي خلاني مبكرا أنجذب للشعر و واحفظه بدون يعني مقصد وليه موقف كتير بقى في المسألة دي بعضها يعني طريف وكمدي وكده عن استدعائي لقصيدة مثلا قريتها من خمسة واربعين سنة فقابل الشعر فقلهاله فيكاد يغم عليه من فقط التحج حاجات كتير يعني لما نكون حفظك للشعر ساهم في إنك تتواصل مع النصوص اللي تبدو رامضة على سنك واجيلك حضور اللغة إنما كان في الفترة دي بتعذبني أشياء أنا فاكر أنا قرأت شاكسبير وأنا في تاني إعداد وبعدين بتركابة حفظ ولا بالإنجليزية لا كامل كلاني آه بكامل كلاني آه في كلمة ما عرفش عادت منه إزاي يعني عاهرة آه أنا مش فاهم الكلمة آه فروحت خلاني بقى لأنشأت بينهم خلو يعني عاهرة عيب يا هولد آه آه وبعدين أسأل التاني هو يعني يعني عيب يا هولد وعدت الإيام وعلاء ابني كان في تاني إعدادية وعايز كاست كان زمان كاستات سبايسي جاولز اسمهم كده فجبته ويوم العيد عاديين بقى الأمهات عماتي اللي هم لازم يكونوا بدينات معرفش إليه وأمي وعلاء بقى الصغير ده يقعد وحط اللي على رجل قال لي يا بابا كويس الشريط آه قال لي عارف يعني إيه يا بابا سبايسي جاولز آه قالت له يعني بنات مرشوش عليهم شطة آه قال لي لا يا بابا يعني عاهرة طوله عيب يا هولد آه إنت نفسك ما قادي ما أسلو دايرة آه ما إحنا لازم نوجه نفسنا آه فيه أشياء المهم فما كانتش اللغة عائق بهذا المعنى إنما اتسع المدى بشكل كبير جدا وشفت إحنا ليس على القاعدة المعتادة في ثقافتنا المعاصرة أنك تستعير فكرتك عن نفسك من دراسات غربية يعني شوف مثلا أو من شهادات غربية شوف الأستاذ نجيب محفوظ قبل نوبل وبعد نوبل ليه علشان نوبل وحمد زويل وغيره إنه الشعور بالضعف والهوان بيملي على الضعيف إنه يستعير رأي القوي ودايما ننفعله عنه يستعير رأي القوي فيه ولا رأي القوي عموما في الحياة ويلتزم بي أو يعني يمشي وراه 90% من رؤيتنا لنفسنا في المنطقة العربية الإسلامية في الغالبية يعني مأخوز من أطروحات غربية وليست يعني عايز تقول لي إنه الطرح اللي مقدمه سيد أطب الطرح اللي مقدمه الأعلى المودود الطرح اللي متقدم من كل الجامعات الإرهابية واللي عنوانه الأساسي ثقافتنا وأصالتنا والغرب المؤمر علينا وإنهم عايزين يحربوا وبيحربوا الإسلام ودي ثقافة من تجليات الغرب إزاي ها أقول لك بألطف لفظ أو أخشانها يعني أنت مفاكر حر استخدم التعاملات التي تريدها بمطالب قناة الحرة بس إحنا مش حرين أوي طيب كلامهم ده كلام فاضي آه عيني فيهم بتاع المؤمر والطريق إلى ثقافتنا ليه لأنه أنا دايما معني بالبحث في الجزور فلما بسمع كلام بشوف إيه أصل الحكاية حلم أصل الحكاية أنه كمال هتترك ألغى الخلافة فتصارع عليها الملك فؤاد والملك فيصل فدول جنده سعود فدول جنده ناس للدعوة للخلافة فبدأت الجماعات الدينية تبقى جماعات في مواجهة الأفراد المستنيرين وطبع الله قبل للفرد في مواجهة الجماعة وأصبح ليهم ما يسمى فكر إسلامي ما فيش حاجة اسمها كده في حاجة اسمها دين إسلامي الفكر زي الطب زي الهندسة لا دينة له فما فيش حاجة اسمها وإلا بقى هنمشي على طب الأزهر وهندسة الأزهر والكلام كأنه يعني إيه هندسة كنين سغير هندسة ده لا كلام فاضي المنتج اللي هم طرحوا يا دكتور يوسف منتج مش ابتداعي ولا منتج ابن عصر وده منتج مستدعة من ما قبل سقوط الخلافة من قلب الخلافة نفسه طيب طب ما نرجع قبلهم بمئة سنة ونشوف الحالة الزهنية المصرية كان شكلها أو العربية هنلاقي علامتين رفاعة طهطاوي وتخلص الإبريز وخير الدين التونسي في أقوى من المسالك كلا هما اتعامل مع الغرب واشتبك فكريا معه بس لا قعد يتشنج ولا يستعلي استعلاءا كاذبا بثقافته على الآخر قال هم مختلفين طب عشان كده احنا بعتبرهم نمازج ورموز للتنوير كويس انما انا بكلمك على الفكرة اللي حالك بتقول انه ما كش عكس بقى فكرة اسلامي اصلا بكلمك عن المحصلة دي مش بنت زمنها ده هي مستدعاه من القرون الاسلامية الوسطى الديني مثال من ابن التيمية مستدعاه من التيمية مستدعاه حتى من الغزاني نفسه مستدعاه من الشفعي نفسه يعني احنا عملنا جلسة قبل كده انا وانت وغير تلفزيونية واتكلمنا لفرصة نحولها لتلفزيونية تفضل اه وابن تيمية انا بشوف انه مفكر عظيم حاد في افكاره بسبب حدة اللحظة التاريخية اللي كان فيها انما هو رجل بس يقل زمن اللي كان فيه يعني الغزوات والحرب يعني تخيل انت هنا في مصر هو مصر والشام كان يتحرك من الاتنين وفي الاتنين تسجن نبعظم حياته بالسجن صحيح انا شفت الحاجات الكتابة بخط ايده ده مسكين ما كانش يلاقي ورق ويكتب بخط صغير علشان فيه في مكتب تسكندرية كنت جامعت مخطوطات يعني ومنها مخطوطة بخط ومش منقوط بالمراسط مش منقوط كمان لا لا لحد عصري متامية هو مطفى سبعمية في الجبعة الاول من القرن التام من الهجري لحد دلوقتي ده العلماء كانوا بيعتبر وضع النقط على الحروف دي إهانة بس في المصحف كانت نقط المصحف كانت نقط ده سياق تاني انما في انما الكتابة اليومية العادية منتجب تنقط بين العلماء لو انا بعتتلك رسالة وحطتلك فيها النقط على الحروف فاني باستهيب بقدراتك طبعا أو انت مش عرف تقرأ معالينا بقى من الخبل الجاري ده المؤخرا بتاع الأغنية بتاع تحط النقط على الحروف قبل ما هي نعجة بتغني الخروف فتقول له حطي للنقط والحروف يجوز إنما دول لا المهم انت يا مية لم يرائي قط وعانى كتب وحارب وبعدين بس ده تفاهم الشخص ولا تفاهم الأفكاره تفاهم من الظروف وصوق عصره تتكلم عن شخصية تراثية صحيح الشخصية التراثية دي أنا بضعها ضمن عظماء التراث هتقول لي طب وتكفيراته الكثيرة أقول لك أكثرها جي فين هتقول لي في الفتاوى الكبرى أقول لك ابن تامية عاش ومات وما سمعش بالكتاب ده مختلق ده واحد سعودي لم نسمع به الناس اللي بتشغل في التراث يعني طلع لنا فجأة كده في السبعينات أنا جمعت فتاوى ابن تامية من كتب ومخطوطاته ما قلناش هي ايه ما قلناش مفروض أنا ما بقدم كتاب من التراث بحط كمان صور من مخطوطاته ده قال أنا جولة في بيروت وبعدين في المدينة المنورة وجمعت ورحطت لنا حاجة كلها فتية والفتية للمرة الألف بقول للناس الفتية بشرط المستفين والفتية مرتبطة بالحالة والإمام الشافعي غير مذهبه من العجاء لمصر في افتاقه للناس يعني عشان الحياة مختلفة عظيم صحيح يعني بتقول لي أن الفتاوى الكبرى كتاب منسوب لابن تيمية لم يسمع به ابن تيمية ولا موجود في ثبت أعماله ولا ولا أي شيء ده وإنه ده محد افتراع اختراع وهابي موجه لتدمير مصر مصر تحديدا نعم ليه؟ وده السؤال لبعض الفصل إذا مفكرنا وكاتبنا الكبير الدكتور يوسف زيدان قلت لي أن الفتاوى الكبرى كتاب منسوب مخترع وهمي لعلاقة البن تيمية بيه رغم كل الشهرة الشديدة والطبعات الخرافية اللي تمنع المكتبات العربية وقلت لي أنه ده مؤامرة وهابية ضد مصر وسألتك ليه؟ لماذا؟ أين دليلك؟ الكتاب نفسه شوف حضرتك المقدمة بتاعت الفتاوى الكبرى اللي عملها الشخص ده اللي لم نسمع به في أي دراسات تراصية أو تحقيق مخطوطات أو كتاب وهيقول في المقدمة ما نصه أنني جمعت هذا الكتاب من مخطوطات من غير ما يحدد ثم طبع بمنحة كريمة من خدم الحرمين الشرفين وقتها يعني مقدارها مش عارف مليون ولا اتنين مليون عملة السعادة ريال ده واضحة طيب مين حاكم تاني في البلاد العربية دفع فلوس لكاتب علشان ينشر كتاب شوف ناشا الكلام فبالتالي هي مش مؤمرة بالمعنى الغامض لا ده فعل مكشوف لا بس حاكم تقول ضد مصر طبعا ليه ضد مصر لأن الوهابية لم تفت عدد بلد زي ما أنا شفتهم أيام شبابي لما كانوا بيبعثوا للعيال كان الأول اسمهم ايه مش السلفية السنية السنية أي عيل يسيب دقنه ما يحلقهاش بقى شيخ سني وبعدين بقوا الجماعات الإسلامية وبعدين بقى إخوان وسلفيين وبعدين تكفير وهجرة بقى كل ده في سنية العيال دي عندك الحلقة التلفزيونية الشيئة بتاعت الأرهابي التائب اللي ده حكى بالتفصيل الفلوس كانت بتجيلهم ازاي وأنا شفت ده بعيني أيام شباب لما كانت الجلاليب بتجيلهم من هناك والتمويلات على قدر يعني يعني الفتاة المائلة والأمير ولي عهد السعودية الحالي قال من سنتين صراحة في مقابلة مع مجلة إنجلي مع تومس خليل أيها إن دي كانت تعليمات من بريطانيا لنشر الوهابية فرحنا شرها في جنوب شرق أسيا ولع الدول اللي هناك دي الباكستان ومصر إذن عند هذه النقطة المهمة دعونا نتواصل ونواصل حوارنا المعمق المهم مع مفكرنا الكبير أستاذنا دكتوريوس مزيدان في جزء ثاني لهذه الحلقة القصة السلام عليكم مختلف عليه مع إبراهيم عيسى ترجمة نانسي قنقر